انا عندي تعليق على هذه الصحيفة صحيفة الصيحة السمد 28 محرم 1438 الموافق 29 اكتوبر 2016 طيب هذه الصحيفة نشرت مقالا لرجل من الكتاب الذين يكتبون في هذه الصحيفة وهذا المقال فيه باطل يجب علينا ان نرد عليه ويجب علينا ان نبين الحق للمسلمين لأنه اخوانا هذه الصحف بيشتروها آلاف من الناس داخل وخارج السودان واي كلام باطل يتعلق بالدين اذا لم يرد ويبين اولا نعسم نحن ثانيا يضل من يضل من الناس طيب لذلك واجب علينا نبين هذا الحق المقال لرجل اسمه صلاح الدين عووضة وفي النهاية دا نحن ما احنا اشتغل به كتير لكن هو في النهاية دار يبث افكار لشخصية معينة ودال بيهمنا اما عووضة دا ابيهمنا كتير لانه في النهاية يعني زون نكرة صلاح الدين عووضة قال عنده يعني عمود اسمه بالمنطق عمود اسمه شنوه بالمنطق يعني شغل كله شغل بتاع منطق وعنوان لهذا المقال بعنوان من قال وضع علامة استفهام وعلمتين تعجب ومن قال دا من قال يعني الكلام دا يكسده الانكار حيجيب لك بعد شوية كلام كتير وبينكره لانه الاستفهام بتاع دا استفهام بتاعزو المنكر يعني زي ما نحن بنقول في الشائنا في اللقه السودانية مش بيقول لك الالقال منوه منوه قال ليك على سبيل الانكار فمن قال تفهمينه دا على سبيل شنوه الانكار عنده اشياء هنا بينكره طيب نمر واحد المقال كتير لكن انا بجيب لك المواضيع الفئة الباطل البهمنا انه نرود عليه قال من قال ان الميت يمكن ان يعذب في قبره دا اول سؤال سأل هذا الشخص ويسأل على سبيل الانكار يعني منوه قال ان الميت يُعذب في قبره معنات ان الزول دا عذاب في القبر ما له ما فيه دا اول معلومة اعرفك طيب وجاب شبهات يعني ما الكلامنا ما ساكن مش قال السؤال دا وخلاص لا قال من قال ان الميت يمكن ان يعذب في قبره قال فالله من عدله لا يحاسب عبيده مرتين قبل وبعد قبل وبعد يوم الحساب قال الله من عدله انه ما بعذب الناس شنو مرتين قبل الحساب ويوم الحساب طبعا على حسب فهمه على حسب شنو الفهم بتاعه على حسب المنطق الذي يدعيه قال ودلالة ذلك رواية القرآن هذا لي خربج في القرآن كمان قال ورواية ذلك في القرآن عن فرعون بعد موته فهو لا يعذب دي معلومة اخذوها من عوض قال فرعون ما بيعذب الآن قال فهو لا يعذب وانما يعرض وجماعته على النار غدوا وعشيا يعني فرعون والجماعة بتعينهم على حسب منطق هذا الرجل ما عندهم عذاب إنما يعرضوهم بس يعني يجيوا وروم النار ويرجعوهم تاني على حسب فهم هذا العوضة قال بس فرعون ما يعذب وقال الكلام ده بصريح العبارة قال لا يعذب فرعون إنما هذا عرض هو والجماعة بتعينه طيب قال ثم يوم تقوم الساعة يدخلون أشد العذاب قال فمن الذي يفوق فرعون فسوقا حتى يعجل بعذابه قبل يوم القيامة يعني قال دمون الأفسق من فرعون شان يعذبوه في القبر قبل يوم القيامة إذا كان فرعون ما يعذبوه ده كلامه كده طيب قال وعموما ما من إشارة لعذاب القبر في كتاب الله قال القرآن كله ما في إشارة ساي مش آية ودلالة واضحة لا إشارة ساي على عذاب القبر قال لك ما في أنا طبعا كلام ده كله بقيف لك معه وبعشوية بالتفصيل لكن هذا يدخل كلام الزول ده ما في قال أي إشارة ساي إشارة كده في القرآن إنه في عذاب في القبر قال ما في طيب قال وعموما ما من إشارة لعذاب القبر في كتاب الله عز وجل طيب هذه الأفكار طبعا أفكار خربة جدا وهي أفكار المعتزلة قديما وأفكار الشعبيين حديثا بقيادة الترابي وده موضوع ما بيد يعني بالدسة ولا موضوع جديد يعني ملخص كلام الزول ده إنه عذاب في القبر ما له ما في عذاب في القبر ما في أول حاجة هذا الرجل جاهل إمرأة واحد ما بيعرف ذاته بيقول في شنه جاهل والله لأنه يا أخواننا الزول ده أول حاجة بنظر على عسب منطقه في آيات في القرآن بنزله براه بالمنطق بتاعه قال فرعون أصلا ما يعذب ذاته في القبر إنما يُعرط فقط وقاصد شنوب الكلام ده قاصد الآيات من سورة غافر ربنا قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الآية دي الزول ده بمنطق بعدين هل ده عوضة ده مرجع لنا في تفسير كلام الله عز وجل هل ده يعتبر مرجع ما مرجع لا هو ولا شيخ النجر الشغل دي ولا المعتزل قديما ده ما مرجع أصلا للأمة الإسلامية حتى يفسرون كلام الله تبارك وتعالى سبحان الله لما ترجع لأ تفسير ابن كثير وده مرجع للأمة لا عوضة لا غيره بيعرف بيقدر يطعن في هذا التفسير لما تراجع تفسير ابن كثير في الآية ذاته في سورة غافر قال ابن كثير عليه رحمة الله وهذه الآية أصل أصل عند أهل السنة انتبه قال هذه الآية أصل عند أهل السنة في الاستدلال على عذاب القبر أصل عند أهل السنة قديما وحديثا بيستدلوا بالآية ذي على عذاب شنو على عذاب القبر يجيك عوضة بنفس الآية دار يطلع إنه ما في عذاب في القبر بعدين العجيبة قال فرعون ما يعزب إنما هذا عرض فقط انت عارف داري شنو يعني فرعون والجماعة بتاعينهم بيجيبون في الغضو والعشي يورهم يجيبون ها فرعون شفت النار هاي شفتها شفتها كويس هاي الجماعة كلكم شفتوا النار هاي يلا خل في دور يرجع فرعون والجماعة بتاعينهم بيرجعوا تاني تاني يجيبون في العشي تعال ها فرعون شفت النار هاي شفتها يلا رجع يرجعوا تاني يبقى أسف الفائدة شنو يا أخواننا هل في فائدة كونه ذول يجيبوا بس يعرضوا يوروا النار ويرجعوا يبقى ما في فائدة أصلا أخير يكون راقد قبلوا ولا ما كده أخوان أصلا الشغل لو عرضي بس يعني التكشف وترجع ما في فائدة أصلا ولا في فائدة ذاته من ذكر الكلام ده في القرآن إذا ما شئنا بيفهم الزول ده ما في فائدة أصلا من قول الله تعالى النار يعرضون عليها هدوا وعشية لو الموضوع بس تعاينه ترجع أنا حاسب فهم عرضي بس قال زي عرض الأزياء بس تجيب تعاين وترجع على حسب فهم الزول ده يبقى ما في فائدة أصلا من ذكر هذه الآية وهل في القرآن في كلام ما فيه فائدة شواء الزول ده كلامه خطير جدا لو التزموا لو التزموا بعد أن علم ممكن يطلع بره الإسلام بالمناسبة لكن هو جاهل أنا عارفه جاهل فالآية ده أصل على عذاب القبر ربنا قال النار يعرضون عليها وهذا على سبيل الذنب لهم ما تفتكر الموضوع ده ساي النار يعرضون عليها غدوا وعشية بالعذاب وإلا أصلا لو ما بالعذاب أصلا ما في فائدة من ذكر هذه الآية وما كان حتكون في فائدة من تمامة الآية ربنا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد شنوه أشد العذاب معناتك كان في عذاب قبال العذاب ده ولا ما كذا أشد ما اسم تفضيل معناتك قبال العذاب ده كان في عذاب لما القيامة تقوم الله قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني عذاب أشد من العذاب ياتوا أشافوا في القبر جوه ده معنا الآية كذا وإلا أصلا ما كان حتكون في فائدة من ذكر اسم التفضيل أشد ما بيكون في فائدة أصلا لو ما في عذاب قبال كذا يبقى ليه ربنا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فدلت الآية إن آل فرعون يعذبوا بالغدو والعشي في القبر ويوم تقوم الساعة يوم القيامة ربنا يأمر الملائكة إنهم يدخلوا آل فرعون عذاب أشد من العذاب أشافوا في القبر ده معنى الآية كذا لكن ده دار ينظر وتار ينجر من راسه نحن سأل الله العافية والصحف دي بتفتح لي أي ذول للأسف الشديد أي ذول دار يكتب أنا ما عارف الصحف دي النازل ما الشغل دي فاتحة ساي فاكة كذا يعني أي ذول دار يكتب يفتحوا له شان يكتب الدائر يكتبه حسن لو كتب له ما قال في العجور مش كان أحسن ما هي فوائد العجور لو كتب ما قال في الموضوع ده زول كان سألوا ما فيه ويمكننا استفيد ذاته منه لكن دار يجي يتعلن في أصول من أصول الدين عذاب القبر قال ما في إشارة في القرآن كذاب يا عوضة كذاب تقول ما في إشارة في القرآن على عذاب القبر كذاب أول حاجة الآية دليل بتاع سورة غافر تاني في آية في سورة الأنعام تبتكون ما كان يتعوضة ربنا قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت غمرات الموت يعني شنو؟ السكرات في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم يعني بالعذاب أخرجوا أنفسكم لسه شاهد ما جانا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون دي سورة الأنعام طيب اليوم دي شنو؟ دي ظرفية اليوم ظرفية ظرف زمان يعني الليل دي بعد ما روحكم دي تطلع اليوم تجزون عذاب الهون هل دا يوم القيامة؟ هل دا يوم القيامة؟ لا لا ما يوم القيامة طيب العذاب دا وين محلو؟ محلو وين؟ محلو في القبر شاكدة قال اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون العذاب دا ما يوم القيامة لأنه يوم القيامة ما بيعذبوا الظالمين بس الظالمين وغيرهم يبقى الآية دي دليل عند العلماء على ثبوت عذاب القبر ده قال ما في في القرآن ولا إشارة قال ولا إشارة إنه في عذاب في القبر لا في دلالة واضحة في آية تانية يا عوضة آية تانية في سورة الأنفال قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ يتوفى وإذ بمعنى حين إذ ظرفية بمعنى حين يعني حين يتوفى ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم ده عذاب ولا ما عذاب عذاب ولا ما عذاب عذاب ربنا قال لك الذين كفروا لما يتوفى الملائكة بيدقهم في وجوههم وفي وين وفي الدبر أهدك ده شنو ما عذاب ده عذاب يا عوضة عذاب ده في القبر وعذاب عند الموت في السكرات ده في عذاب خليك من إنه تمشى القبر جواب في السكرات في عذاب بدليل هذه الآية من سورة الأنفال فتعرفوا إنه هذا الرجل جاهل ودي أفكار خبيثة جدا قال بيعرضوهم بس بالله ربنا قال في سورة الكاف شوف عشان تعرف أسوأ العرض ده لو ما منه فائدة على حسب كلام الزول ده ربنا قال في سورة الكاف وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة الله قال عرضوا على ربك صفا معنات على حسب كلام الزول ما عنده العرض ما منه فائدة إذن العرض ده ذات وما منه فائدة يعني شنو عرضوا على ربك صفا ما في فائدة من العرض ما خلاص لو قلت لي لا داك فيه فائدة أقول لك طيب فرقت كيف من العرض داك والعرض دا منه قال لك تفرق دبراو ودبراو يا زولة شغل ما فاكت زاي أنا معرف النازي بتكتب كيف نسأل الله العافية طيب قال طيب ويخوانا من أدلة السنة كذلك والنازل عندهم مشكلة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودي حاجيك في النقطة البعدية والبعدية لأنه لسه شبهاته ما كملت من أدلة السنة في صحيح البغاري عليه رحمة الله من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءتها اليهودية وقالت لها استعيذي من عذاب القبر سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل في القبر عذاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن عذاب القبر حق يا عائشة ده في البخاري إن عذاب القبر حق يا عائشة في البخاري ومسلم متفق على صحة من رواة بهريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد سكت هنية يعني بسكت شوية فقلت بأبي وأمي أنت يا رسول الله هذه السكتة ما تقول ما تقول فيها قال أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيى والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال في صحيح النمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أنس لما مر بحيط من حوايط المدينة أنس قال حتى كادت البغلة أن تحيد يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط عنها قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هذه القبور أو قال لمن هذه القبر قالوا لفلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرع من بوله تقول له تقول له عوضة دائرة الكلام دا كله تشيله تبيش ترمي في البحر إخواننا نازل مجانين ولا لحاصي شنو لكن عنده مشكلة مع السنة وأنا بجيك للنقطة دي ما بخليها طيب قال مش ألي قدام لسه من قال ابتعته من تهد قال من قال إن عقوبة الزاني المحصن هي الرجل نفس أفكار لكن شيطان الذي هلك نفس الأفكار قال من قال إن عقوبة الزاني المحصن يعني المتزوج أو الذي أحصن بنكاح شرعي لأن الإحصان معناه من جامع زوجته جماعا شرعيا ولو ما تد عنه ولو طلقها دا يسمه محصن في الشريعة الإسلامية زي ما قال ابن تيمية طيب قال من قال إن الزاني المحصن إذا زانا يرجمه من هذا قال الكلام دا قال ينكر عنه طيب قال فالرجل أو قال شنه قال فرب العزة يخبرنا بصريح العبارة أن العقوبة هي مئة جلدة ولم يفرق بين زاني المحصن وآخر أعزب قال والجرم الذي ترد فيه العقوبة قرآنية كقطع السارق يدي السارق لا يحتمل الاجتهاد وغربلت الأحاديث شوف عنده مشكلة مع الحاديث قال وغربلت غربلت غربلت قال وغربلت الأحاديث إنما هي نوع من الاجتهاد والله أعظم من أن يترك حدا من حدوده لاجتهادات البشر يعني قال ما أقول الله حد زي ده يخليل للنبي صلى الله عليه وسلم انت قال يكسد جنو اجتهادات البشر دي يكسد بها جنو الحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ممكن الله يخلي له حد حد كامل يخليل للنبي عليه الصلاة والسلام شوف يا أخوان نجال لهذا الرجل ده غريب جدا يا قال منو قال النزان المحصن يرجم قال الله في القرآن ما فرق بين زان المحصن ولا ما محصن قال مية جلدة بس أيها الصحيح ربنا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين طيب دي عقوبة الزاني أن ما محصن في القرآن لكن عقوبة الزاني المحصن في السنة وازلنا ما دائرة السنة شاكد قال له غربلة لا حديث واتهادات البشر لا دي ما غربلة دي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنت خلق راجل يا عووضة وقول الحديث دي ما نافع معي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم هرفته لأنه هل الأحكام الشرعية هل تأخذ من القرآن فقط هل نحن عندنا المصادر مصادر التشريع كلام الله بس في القرآن بس دي مصادر التشريع لا 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 السنة أكبر مصدر بعد القرآن من مصادر التشريع بدلالة القرآن بدلالة القرآن يعني السنة دي كونها تكون مصدر من مصادر التشريع الكلامنا في القرآن زاتوا يا عووضة شغال ما ساكن في القرآن ربنا قال وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طيب آتاكم الرسول وين يا عوضة وين إلا تقول في السنة ربنا قال يومئذ يود الذين كفروا وعسوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا عسوا الرسول كيف يعني سؤال لعوضة يعني خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال في سورة النور فليهذر الذين يخالفون عن أمره أمر منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ربنا قال في سورة النساء من يطيع الرسول فقد أطاع الله ربنا قال ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبين يأخذ كل آيات تدل على الأخذ بالسنة وعدم مخالفة السنة ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويحتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساد مصيرا ربنا قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطاعنا ربنا قال عن المنافقين في سورة النساء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله دشنه دشنه يا مسلمين أنزل الله شنه القرآن وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول دشنه 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 ربنا قال رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا فكيف إذا جاءتهم مصيبة إلى آخر الآيات إلى أن قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ أي رسول إلا ليطاع بإذن الله إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يعني أمنوا يا محمد صلى الله عليه وسلم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يبقى السنة ثابتة كما أن القرآن ثابت كما أن القرآن ثابت ربنا قال في سورة النحر وأنزلنا إليك الذكرى أي يا محمد صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل لهم ولعلهم يتفكرون دي قل لا أدل من القرآن من القرآن على إذبات الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أما دائل دارين يلعبوا يقول لك لا 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 نحن ما عندنا نشغل مع السنة وما تقولوا لينا بوخاري وما بوخاري إنت عوضة ستصلي ولا ما ستصلي ده بيصلي ولا ما بصلي بيصلي ستصلي ستصلي الضور كم؟ بس سؤال بسيط الضور ستصلي كم؟ أربعة ركعات من وين جبت أن الظهر أربعة؟ جيب من القرآن يا عوضة أدينا من القرآن أن الظهر أربعة ركعات سيقول لك ما في في القرآن طيب جبتها من وين؟ هل بنزل عليك وحي؟ جبريل نزل عليك؟ لا ما نزل عليك من وين جبت أن الظهر أربعة ركعات؟ من وين؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام قابلك يا عوضة؟ لا ما قابلك من وين عرفت أن الظهر أربعة ركعات؟ وإلا تقول لي ما أقعد تصلي ما أقعد تصلي إنت بعد دخل ما ركت برا يا أخواننا هذه شغلة بتعت لغبة نصال الله العافية النازل دالين دمروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن لهم أن لهم دالين دمروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لهم إذا أثبت السنة يبقى حد الرجم للزان المحسن ثابت بجنه ثابت بالسنة النبي عليه السلام رجم رجم ماعز رضي الله عنه ورجم الغامدية رضي الله تعالى عنها وقال عمر فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا يبقى ثابت بالسنة شاكده انت لادل تثبت السنة ما تثبت السنة ما ركت بر الإسلام طيب درد على كلام الزوالله تاني مسألة قدام ما في نقطة أخيرة خليها حسن في نقطة أخيرة زلدنا ننتهي منه بعد ذلك ندخل المتحدث إن شاء الله آخر نقطة قال من قال إن عيسى بن مريم سينزل آخر الزمان مونو قال مونو قال إن عيسى سينزل قال لا فآخر الرسل والأنبياء هو حبيبنا محمد كالضب والله ما عبيبك كالزب انت تنكر رسولنا بتاعته يكون حبيبك كيف لكن داري خمك قال لا فآخر الرسل والأنبياء هو حبيبنا محمد علي تم صلاة التسليم فإن جاء نبي بعده لتناغض هذا لناغض هذا كلام الله ولما كان هناك ولما كان هناك معنى لقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال وعيسى توفاه الله ورفعه إليه كما جاء في القرآن فكيف يبعث دون عباد الله أجمعين ومخلوقاته قبل يوم البعث ثم السؤال المهم ينزل ليفعل ماذا يعني قال عيسى دار ينزل يسوي شنو يعني شو تسوال دا بالله قال ثم السؤال المهم ينزل ليفعل ماذا من أيوة انتهى لغايتنا قلت لك دي نفس أفكار منه الترابي ما قال له وإيش نفس الأفكار قال القال منه إنه عيسى حينزل قال لا قال الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين قال لو قلنا عيسى نازل الآية دي بتتناغب لا ما بتتناغب إنت الرأسك بتتناغب لأنه رأسك ما نظيف عقلك فيه مشكلة ما في تناغد أصلا النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو خاتم النبيين والمرسلين يا عوضة نقول لك من قال أنا حسب فهمك أنت من قال إنه عيسى حينزل كنبي ورسول من قال الكلام ده يعني هو بيفتكر إنه عيسى عليه السلام لما ينزل حينزل كرسول بعد منه بعد النبي عليه الصلاة والسلام قام خطى في راسه إنه دفي وتناغب تقول لك من قال عيسى عليه السلام لما ينزل آخر الزمان ينزل ويتبع شريعة منه شريعة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه فترة بعثة عيسى عليه السلام انتهت عيسى عليه السلام بعث لأقوام والفترة ابتعته خلاص انتهت وإلا لو ما انتهت لما بعث الله عز وجل محمد عليه الصلاة والسلام يبقى ما بيجي نازل تاني كرسول جديد وشريعة جديدة لا 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 ينزل ويحكم بشريعة من محمد عليه الصلاة والسلام وهل دي كتيرة كتيرة كون عيسى عليه السلام ينزل عشان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم دي كتيرة لا لأنه ربنا قال وإذ أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه ربنا أمر الأنبياء كلهم إنه إذا جاء رسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم وإنتوا قاعدين يتبعوا وتؤمنوا به وتنصروا يبقى عيسى عليه السلام بينزل ما كشريعة جديدة ولا كرسالة جديدة لا اتباعها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام بعدين قال عيسى قال الله قال توفاه يعني عند الزلد الآن عيسى ما له ميت على عسف فهم نقول لك من قال من قال لك إنه عيسى عليه السلام ميت لكلام اليهود لكلام اليهود يا أخي الله ربنا قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الله قال عيسى عليه السلام ما مات قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه يبقى يعوض عيسى عليه السلام رفع لكن ما رفع ميت على حسن فهمك رفع حي ما مات عيسى عليه السلام بدليل القرآن الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم طيب يقول لك ما ربنا قال يا عيسى إني متوفيق متوفيق ما ما بمعنى الموت متوفيق ما بمعنى الموت ربنا قال في سورة العرف الله يتوفى ربنا قال هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه يعني في النهار هل الوفاة بمعنى النوم بمعنى الموت لا بمعنى النوم بمعنى شنو النوم هو الذي يتوفاكم بالليل يعني بالنوم ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى يبقى الوفاء ما بمعنى الموت يا عووضة بمعنى النوم الله قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى هنا الوفاء ما بمعنى النوم ما بمعنى الموت إنما بمعنى النوم يبقى عيسى عليه السلام ما مات أصلا وإلا قلت مات تكون وفقت عقيدة اليهود لأن اليهود أمال بيقولوا عيسى عليه السلام مات أما صريحة القرآن عيسى عليه السلام لم يموت عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله تبارك وتعالى وحينزل يوم القيام بينزل جود عينك عوضة حينزل تقول ليه يعني حينزل يسوي شنو انت مالك ومالك من باب الاستهتار يستهتر بين أبي من الأنبياء يعني حينزل يسوي شنو يعني وانت قد أشوف عملك انت شوف عملك شوف لك عمل يدخلك الجنة النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البغار وفي مسلم وفي غيرهما من رواة أبي هريرة وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا قال يوشك أن ينزل فيكم إن مريم حكما فيكثر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويفيض المال ده كلام منه الرسول سأسل الرسول قال ينزل عوضة قال ينزل ليه وينزل كان يسوي شنو النازل أغبية نسأل الله العافية لكن هدفهم كله في الأول والأخير دانين يضربوا شنو سنة النبي عليه الصلاة والسلام أعرفوا المعلومة دي نفسي داك مين عبد الرازق أجابه في الغنب تاعة 24 لفه ودور وقال بخاري شنو يعني بخاري بخاري ده شنو البخاري قال يروي الصحيح ويروي الضعيف هاي طيب التماثيل الصحيح وتخلي الضعيف يعني شأن البخاري بيروي الضعيف وبيروي الصحيح نخلي كله يعني نخلي البخاري قل له ولا نشيل الصحيح ونخلي الضعيف النازل في عقول مرض نسأل الله العافية وفي آذان موقع نسأل الله العافية دا كلام بسيط جدا وتعليق بسيط جدا على هذا الرجل الاسم مين تعرف عبوضة وده في النهاية كل شبكة يريدون أن يطعنوا في دين الله تبارك وتعالى والله متم نوره ولو كره المبطلون قدم أبشوك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا